حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي مئن هو فيها فجر ليقططيع بها مال إمرئ مسلمين لقيل لها عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في كان والله ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي أحلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فذهب بمال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية حثنا وكيع عن سفيانا عن سلم بن عبد الرحمن عن زياد بن كوليب عن الأشعث بن قيس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر لها من لا يشكر الناس حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن حيضمين عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون إلا أني أفضلهم فقلت يا رسول الله إن نزعم أن نكون منا قال نحن بن أن نضربن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الأشعث يقول لا أوت برجل نفق ريشا من أن نضربن كنانة إلا جلدته الحد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هلاك من ولد قلت غلام ولد لي في مخرج إليك من أبنة جد ولوديت أن مكانه شبع القوم قال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم ولأن قلت ذاك إنهم لا مجبانة محزنة حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكاء يحدثنا منصور عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال من حلف علي ميء صبرا يستحق بيها مالا وهو فيها فجر لقيا لها وهو عليه غضبا وإن تصديقها لا في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال فخرج الأشعث وهو يقرأها قال في أنزلت هذه الآية إن رجلا إدع ركيا لي فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهيدك أو يمينه فقلت أما إنه إن حلف حلف فجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء صبرا يستحق بيها مالا لقيا لها وهو عليه غضبان حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإل قال دخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فأخبروه فقال أشعث صدقا في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في أرض فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة قلت لا قال فيمينه قال قلت إذن يحلف فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء صبرا ليقططيع بها مال إمرئ مسلمين وهو فيها فجر لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان قال فنازلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا حثنا وكيع حدثنا الحارث بن سليمان عن كردوس عن الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي ميء صبرا ليقططيع بها مال إمرئ مسلمين وهو فيها كاذب لقيا لها عز وجل وهو أجذم حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلين عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف علي ميء كاذبا ليقططيع بها مال رجل أو قال أخيه لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان وأنزل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لخلاق لهم في الآخرة إلى عذاب أليم قال فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قال قلت له كذا وكذا قال في أنزلت حثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلم تحدثني عقيد بن طلحة قال عفان في حديثه أنا عقيد بن طلحة السلمي عن مسلمي بن حيضمين عن الأشعثي بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة قال عفان لا يروني إلا أفضلهم قال قلت يا رسول الله إن نزعم أن نكون منا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا قال قال الأشعث فوالله لا أسمع أحد النفق عيشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد حدثنا بهز حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن شريك العميري عن عبد الرحمني بن عدي الكندي عن الأشعثي بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن فضيل عن أبن شبرمتا عن أبي معشر عن الأشعثي بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر لها من لا يشكر الناس حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصمي بن أبي النجودي عن شقيقي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ثلاثة أحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطى عمال امرئ مسلمين بغير حق لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمني قال فحدثناه قال في كان هذا الحديث خاصمت أبنى عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال قلت قلت يا رسول الله ما لي بيمينه وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري إن خصمي امرئ انفجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطى عمال امرئ مسلمين بغير حق لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله الآية حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الحارث بن سليمان حدثنا كردوس عن الأجعثي بن قيسين أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرامي يا رسول الله أرضي اغتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورثتها من أبي فقال الحضرامي يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي والذي اغتصبها أبوه فتهياء الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقططع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقيا لها يوم يلقاه وهو أجذام فقال الكندي هي أرضه وأرض والده